السؤال التاني يقول لو جوزي عليه من الصيام يوم أو يومين يعني من صيام رمضان وهو مريض لا يقدر الصيام وهو الحمد لله عايش ينفع يصوم عنه بتسأل لو واحد جزوجها عليه يوم ولا يومين ومش قادر يصوم يعني ايه مش قادر يصوم لو كان معنا مش قادر يصوم انه مش قادر يصوم تاني خالص 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 والدكاترا يقول انت ممنوع من الصيام طول حياتك يبقى نعمل ايه وده اللي مش بكن لي من السؤال لان لو ده اللي بكن لي من السؤال كانت قالت لي مش قادر على الصيام ومش هيصوم رمضان اللي جايدة كله اما وان ده مش باقي مني على السؤال بس اجاوب يعني لو كانت دكاترا قالوا انهم مش هيقدر يصوم تاني عن طلع عن كل يوم افطره فدية طعام مسكين يبقى عن طلع طعام مسكين عن كل يوم فطره سواء يوم اتنين تلاتة اي عظم الايام خلاص طيب طب لو كان لأ ده هو هيقدر يصوم بعد كده لا ما تصومش عنده لما يخف ايا كان زمن ان هو يخف دي يعيد ويصوم الايام التي فاتته يبقى دوت حكمه يبقى انت ما تصومش عنه ولكن اما ان هو مش هيقدر يصوم تاني فنطلع فدية على اليومين دول او ان هو يقدر يصوم بعد ما يخف فيصوم بعد ما يخف لانه ما زال من اهل الصيام نعم فما ينفعش تصومي عنه